يا دكتور. انت اسمك ايه? اسمي سامح. عندك كم سنة يا سامح? عندي واحد تلاتين. طيب وانت ايه اللي عامله في نفسك ده? ايه? انا يا دكتور ارجعت للكورونا الجديدة. اه ايه كورونا الجديدة دي? معنا عامل اقول له ايه كورونا? قال لي زي مصر الجديدة والم ايه? انا الناس كلها على الفيسبوك قاعدين بيقولوا انه الدور اللي شغال ده وقته ده كورونا الجديدة. اه. اه. مشروع جديد يعني. معرفش بقى اخد تطعيم كورونا الجديدة. طيب انا هريحك. قول لي انت ايه الاعراض اللي عندك? جسبي مكسر. ومرشح كده فيه دايما رشح. مم. وساعات ساعات بكوح. تمام. بس يا دكتور. روحة نشفه ولا ببالغم? لا نشفه. طيب تمام. انت قول لي اه اه انت اللي بيجي لك انفلوانزة بتحس بايه? بحس برشح. ايوا. وبحس بانها بعطس. ايوا. وبكوح ساعات او بسخن يعني. طيب انت الان ليه بقى? انا بقى. في حاجة معلوم المهم اللازم بتعرفه. انه دلوقتي الكورونا كده كده انت هتواسوس كده. معلش اه دخطف معلش انا خير. انا هقولك حاجة. هنتكلم دلوقتي. طيب شكرا. بس. هنتكلم ده دكتور ده. هنتكلم اه. تبوخ الدكتور. المؤخذة دكتور. اص يعني بقى. ماشي. هقولك حاجة. ايوا دكتور. دلوقتي الكورونا زيها زي الانفلونزا بالزبط. نعم. ايوا. خلاص. الكورونا دلوقتي بقت موجودة وسطنا زيها زي الانفلونزا. الكورونا خدت الشدة بتاعتها في الاول. وخدت المصاري الطبيعي بتاع الفيروس. وبقت الوقتي موجود زيه زي الانفلونزا اعراضه خفيفة. مجرد انها شوية تكسير في الجسم. شوية عطس. شوية رشح. شوية احتقان في الزور. وطبعا احيانا تيجي معاها سخونة او ما تجيش. ايوا. فدلوقتي بقت الاعراض زي زي الانفلونزا. فانت ما تقلقش من وجود الاعراض دي وتعامل معها عنها انفلونزا. ليه بقى? ايه بقى انت عملت معانها انفلونزا طرعت كورونا. اه. هتفرق ايه معك? انت بتعامل اعراض. ايه. انت بتعامل اعراض. ما تعملش المرض بمعملته. اه بتكبر يعني اتكبر دي مغل. صح. اه. ده مرض. اه مرض صحيح. وفيروس كمان. ايه. دلوقتي لازم السادة المشاهدين يعرفوا كمان ان الانفلونزا والكورونا هم عبارة عن فيروسات. فيروسات لها موسم معين. فصم الخريف وموسم الشتاء. الفيروسات دي لها تكوين جيني متشابه جدا. وبالتالي الاعراض متشابهة جدا. وبالتالي انا بتعامل مع الاعراض اللي ظهرها حسب درجتها وحسب حدتها. ويبدأ اخذ الادوية المناسبة لها.